أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من الإسلام تحت المجهر النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون اختلاط الأنساب في الإسلام أهلاً بك يا ماري مارينا المسلمين مسكن لنا في حتة أن عندنا مفيش اختلاط الأنساب والتبني اتمنى عشان اختلاط الأنساب حفظنا يعني الطفل بتولد حفظ الجملة دي حفظ مش فاهم فإحنا عايزين النهاردة نشوف موضوع اختلاط الأنساب في الإسلام تحت ايه؟ تحت المجهر هنحطه كده تحت الميكروسكوب هنطلع إذا كان فيه اختلاط الأنساب ولا لا ومن أيام أيام في الإسلام الأولى أو أيام الرسول هنشوف حصل ايه؟ طيب في عون المعبود كتاب الطلاق باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد ده الكتاب وإحنا هنحطه دايما هيكون المراجع بتاعتنا على الشاشة باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد أهل اليمن أتوا عاليا علي ابن أبي طالب يختصمون إليه في ولدي وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد أصيبة فقال لأتنين منهما طيبة بالولد لهذا فغاليا ثم قال لأتنين طيبة بالولد لهذا فغاليا ثم قال لأتنين طيبة بالولد لهذا فغاليا يعني بقى بأسمهم أنا حشرح بعدين فقال أنتم شرائكاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه التلتي الدية فأقرع بينهم فجعله لمن قرع فضحك رسول الله حتى بدت أدراسه أو نواجسه طيب إيه معنى الكلام ده مارينا علي ابن أبي طالب لما كان الرسول معينه أو موجود في اليمن اليمن كان مسلمين تحت إمرت علي ابن أبي طالب فجم شوية رجالة راحوا للرسول متخنقوا على عيل ليه؟ لأنهم الكم راجل دولة ناموا مع مين؟ مع امرأة واحدة فطهر واحد طهر واحد يعني؟ أه طهر واحد طهر واحد يعني؟ يعني في نفس الفترة قبل الفترة الحمل يعني من طهر واحد قبل ما يجي لها الحيد بالزبط في وقت قبل ما يجي لها الحيد كلهم مع بعض في نفس الوقت ده في نفس الوقت فهنا بيقول إيه؟ إنهم ناموا معها كلهم بيقولوا إيه نحنا نامنا معها في طهر واحد فعلي ابن أبي طالب هم كل واحد عايز العيل كلهم كل واحد يقول الودة ده بتاعي فعلي ابن أبي طالب قال إيه؟ قال لتنين منهم طيبة الولد يعني ترادوا تنزلوا عن الولد لغيركم فغاليا يعني رفضوا ثم قال لتنين تنين تنين طيبة بالولد فبرضو لا مش موافقين إحنا عايزين الود الودة ده ابني يعني بتحنق على الولد كده كل واحد عايز ياخد الولد لي كل واحد عايز ثم قال لتنين طيبة بالولد لهذا فغاليا تغيالي بيعمل كده فقال أنتم شركاء متشاكسون طب يعمل إيه؟ علي ابن أبي طالب قال لك أنا هعمل كرعة كرعة آه كرعة على مين اللي ياخد العيل مين اللي ياخد العيل لما أنا قرد في التفسير يا مارينة قال لك القرعة دي بتحصل للبضايع للحاجات ده دي عادي بس لأن الناس دولة ناموا معاها قالوا كده أولا هم ناموا معاها في طهر واحد ها أو تكون جارية مشتركة بينهم فده يعني يبدلوا عليها التلاتة متفقين مع بعض ده ينام معاها شوية ده كده أو ده بحة في الوقت ده أو ده بحة فالتاني نام معاها على طول بمجرد في نفس التوقيت اتبعت للكل فكله نام معاها في الطهر الوحد فقال لك إيه إن علي قال إنه مقرح بينكم ما فيش حل قدامي عامل قرعة عامل قرعة فعمل القرعة وطلع الولد وطلع الولد لحد فقال لخد الولد ادفع تلت الدية للباقي يعني أنت هو مستفيد بالولد فأنت تدفع يعني تعويض للباقي ياخده فلوس شوفي التعامل مع أطفال ازاي والتعامل مع المرأة ازاي فأقرع بينهم وبعدين لما راح للرسول الرسول ضحكة وضحك الرسول بيقولك وضحكته لا يمكن تكون على باطل ضحكته دي يعني موافقة سنة تقريرية في التفسير يا مارينا بيقول وهذه الضحكة ضحكة الرسول لا يمكن أن تكون على باطل دي حاجة ضحك أصلا يعني نروحل لما يسمى حاجة طب دي مش فيها اختلط أنساب اختلط أنساب ودي حاجة ما تضحكش أصلا بالضبط لكن هما بيتخانقوا على الولد لأن الأولاد وقتها كزي الفلوس طبعا يعني الولد ده هيكبر وهيبيعوا وكده يبيعوا أو ياخدوا ويبقى واحد من المسلمين دخل دخل الإسلام لا شوفي الوضع يعني هو ده بقى الإسلام هو ده لكله يشتركوا في وحدة في طهر واحد وعادي لقالوا أن ده زنة ولا حاجة يعني بدليلنا ما فيش حاجة أقاموا حد على حد ولا حاجة خالص دي الحياة كانت أيام الرسول مسلمين دولة مسلمين ولازم نأكد أن الدولة كانوا مسلمين يا مارينا أكيد يعني بيحتكموا العلي على أساس وهو في اليمن تحت يعني إمرتو يعني والرسول نفسه موافق على الكلام ده ولا قال له لا ارجع لهم ولا صحح الغلط ولا أي حاجة بس اللافت نظري في الموضوع يا مارينا أنهم راحوا وحكوا للرسول ممكن في ناس كانت مستنكرة إزاي يعني بالقرعة يعني في إيه بالقرعة دي يحد يبادي في عيل يجي بالقرعة هو وضحك يعني هم وافق هم مستغربش أصلا هو يعني ضحك ووافق وقال واضح أن كانت عددهم مسلمين في بعض كده أيام الرسول حكاية العيل دي يعني كانوا قبل الإسلام يا فرحة يدخلوا على الواحدة خمسة والأربعة زي عمر بن العص كان أبو من أربعة أو خمسة دخلوا على الست وهي اخترت العص فهما ده حاجة قبل الإسلام وهم في الإسلام عادي صح فهم متعودين يعني صح مش إحنا مستغربين عشان نعندناش الحاجات دي لكن هما في الجهلية والإسلام زي بعض صحي صحي خلينا كمان نشوف حدثة حصلت مع الرسول بذات نفسه آه والكلام ده في ساحيل بخاري طبعا كل المراجع هتتقال على الشاشة قدامكم يقول عبد بن زمعة و سعد بن أبي وقص اختصم إلى النبي في ابن أمد زمعة واحد اسمه عبد بن زمعة و واحد ثاني اسمه سعد بن أبي وقص اختصموا تخنقوا في ابن أمد زمعة يعني زمعة كان عنده أمى و خلفت عائل فيه اتنين يتخنقوا عبد بن زمعة و واحد ثاني برا لعيلة اسمه ايه؟ سعد بن أبي وقص عبد بن زمعة أخ سودة أخ سودة اللي هو صاحب الفراش أخ الولد أخ صاحب الفراش أخ الولد المولود أخ الولد المولود عبد بن زمعة أخ سودة أخ الولد اللي تولد بيتخنقوا على عيل فقال سعد يا رسول الله أوصاني أخي اللي هو عدبة عدبة أخ سعد الناس الغريبة اللي بعيد عدبة أوصاني كان أخو اسمه عدبة إن إيه؟ إن الولد ده اللي هيتولد ابنه بيقول أوصاني أخي إن قدمت أن أنظر ابن أمت زمعة فأقبضه فإنه ابني وقال عبد بن زمعة أخي وابن أمت أبي ولد على فراش أبي فرأى النبي شبها بينا بعضبة اللي هو اللي بعيد الأخ سعد فقال هو لك يا عبد بن زمعة للقريب آيو للقريب سودة الولد للفراش واحتجي بي منه يا سودة هو ابني مين؟ هو ابني الزاني هو ابني الزاني حقوقتاً هو ابني الزاني عدبة لأن الرسول شايف إيه؟ زي يدي إيه دلوقتي شبها بينا بعدبة آه نفس المناخين هو شايف هو ده أخو ده ابن عدبة مزاف لكن نسبه لزمعة لمن؟ لزمعة وقال له هو لك يا عبد بن زمعة واحتجي بي منه يا سودة يعني ده مش إيه وأتفكر إن ده أخوكي آه احتجي بي منه آه حتى لو دي إني إيه طالع إن هو ولي حصلت كتير على فكرة حتى لو الشبه ولسه من قيمة يعني يمكن سنة ولا حاجة آه حصلت في المحاكم قالوا قال ديني إيه إيه إبعايدوا عن ديني الحمد النوى ما لناخدش بي ما لناش دعم بالحمد النوى لأن الرسول قال إيه؟ حط قعدة الورد للفراش آه وللعاهر الحجر العاهر اللي هو ليه الحجر قالوا ليها كذا معنا إن هو ملوش حاجة يطلع يعني زي ما يقولك كده زي ما بركعت يقولك بلوشي بلوشي مأزنا هضر خلاص يعني فالرسول شاف الشبه البين بعضبة نسبه المين؟ نسبه الواحد تاني وده اختلط أنساب وده موضوعنا النهار ده موضوعنا النهار ده اختلط الأنساب في مصنف عبد الرازق كتاب الطلاق باب الرجل سرياته انتفي من حملها بيقول كده عن رجل من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب كان يعزل عن جارية له يعني فيه واحدة جارية عنده ينمعها بس يجي يعزل عنها يعزل يعني ما يخلاش مش عارفة بقى يعزل يعني هو بيجمعها لكن يعني الحيوانات المنوية تبقى بر نعم فحملت بعد ما عمل كده فحملت رغم أنه كان بيعزل فحملت فشق ذلك علي داي ايه ده حملت حملت من فين بالضبط أنا أنا متأكد أن أنا بعزل وقال اللهم قاعد يدعي بقى اللهم لا تلحق ها بقى لعمر من ليس منهم اللهم لا تلحق بقى لعمر من ليس منهم يعني أرجوك بقى أنا العيل ده مش بتاعي عادي خالص يعني ده يعني فري كده حاجة غريبة يعني أنت عارف الجارية عندك بتزني وما فيش مشكلة بس أهم حاجة العيل ده ما تتنسوهش مش عايز قال فولدت غلاما أسود فسألها فقالت يعني أنت جايبة العيل الأسود دامنين سيسا عمر كان أبيض يعني آه بس ممكن يكون أبيض بس ممكن تكون جايبة أسود أسود يعني فقالت من راعي القبل هي اعترفت من أول ألم يعني قالت من راعي القبل اللي راعي القبل نمع قال فاستابشار الحمد لله إنه مش ابني إيه ده إيه ده هو فين الشموخ والإيه هو فيه إيه بالزبط هو ده أهم حاجة فعنده الجارية بتاعت عمر ها الجارية بتاعت عمر كان بتنام وناش عرفت وناش عرفت ننامت مع مين ومين 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 مدام هو الموضوع بقى إيزي عندكم كده هو استابشار ديه معناها إيه؟ يعني يتبسط يتبسط أه استريح الله هو عارف الولد من وهو عارف إن إيه الولد منين؟ من راعي القبل من راعي القبل هم كانت حياتهم كده يعني أيام الرسول دي كانت حياتهم بيزنوا وزنة واختراط أنساب وأهم حاجة القبيلة تزيد وعشان دول هيطلعوا معنا في الجهاد وكده حيات القبلية والعيال عايزين عيال حتى لو مش عيالهم ياخدوهم كده صح يعني بصي ما هو في النقطة الأولانية خدوا بالقرعة الخناعة كانت على العين بص يا فرحة يعني إحنا في قصة دلوقتي دايرة يعني في الوقت اللي إحنا فيه طبعا قبل ما البرنامج جيت لها ممكن تكون قديمة الولد اللي لقيوه في الحمام وخدوه وربوه أسرة مسيحية الدولة تروح تعمل إيه؟ لا هاتو إحنا دا مسلم بالعافية شوفي نفس الفكرة هو هو صحيح صحيح نفسه هو هو دا مسلم دا يزودنا دا يزود العدد الخناعة على الطفل دا مع أنه مرمي جوه كنيسة ما فيش حد يبقى واحدة مسلمة هتدخل حاجة جوه كنيسة وغير كده كمان لا رعوا نفسية الطفل ولا زي ياخدوه من أبوه أمه اللي هو فاكر أنه أبوه أمه بس وهو دا كان أيام رسول الإسلام كده وملهمش دعوة بأي حاجة نشوف كمان اختارات الأنساب من الكرآن بأذات نفسه في صورة الفرقان 54 بتقول إيه؟ هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا فتفسير الكرتوب يقولك النسب والسهر هما معنيان يا عمان كله قربة تكون بنينا قدما ينقى لابن العربي النسب عبارة عن خلط الماء بين الزكرة والأنسة على واكه الشرع يعني راجل وامراته بيتجوزه هو دا الشرع هو دا النسب هو دا النسب الصح يعني فيقول كده على واكه الشرع فإن كان بمعصية يعني لو كان زنة إن كان بمعصية كان خلقها المطلقة يعني يبقى العيل دا ملهوشش نسب خلوس لم يكن نسبا محققا لذلك ولذلك لم يدخل تحت قوله حرمت عليكم أمهاتكم وبنتكم بنته من الزنا يعني بنته من الزنا مش متحرمة عليه خلاص ممكن يتجوز بنته اللي هو خلفها من الزنا آه لأنها ليست ببنت له في أصح القولين له علمائنا وأصح القولين كمان إيه في الدين يعني دي أصح أصح الأصح الأصح آه وإن لم يكن نسبا شرعا فلا سهيرا شرعا آه فلا يحرم الزنا بنت أم ولا أم بنت ما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام يعني أنت دلوقتي متجوز خلفت بنت بنتك دي متحرمة عليك لكن أنت لو زنت مع واحدة وخلفت بنت بنتك دي مش متحرمة عليك لا أنت جايبها من الحرام لا أنت جايبها من الحرام ما الزنا هاضر آه والست برضو تقدر تتجوز ابنها آه ما هقول لأ اللي يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام آيما نعرف وده اختلق آه الست ممكن لو هي جايبة الولد من زنا تتجوزوا آه صح آه ما من حرام آه ما من حرام ما هو ده ما من زنا القعدة من زنا تقدر تتجوز ما من حرام وده قرآن آه ويقول لك ما فيش اختلاط انساب عندنا لا ده أم اختلاط الانساب عندكم يبقى اختلاط الانساب الولد للفراش آه واللي يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام والراجل يتجوز بنته يبقى عارف ان دي بنته اللي خلفها ويتجوزها طب قد فيه اختلاط ممكن اعرف ايه هو اختلاط الانساب بقى ايه اكتر من كده بص احنا نقول للمسلم آه انت حط بقى تعرف لنا اختلاط الاهل ده مش اختلاط الانساب ولا لا حط الحلقة دي تحت المجهر وشوف ده اختلاط انساب وخليك انت وضميرك وسلام المسيح ليكم وشكرا يا مارينا ونشوفكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة